هنا في مدينة سيئون وسط صالة الشهيد علي بامعبد تستكمل المرحلة النهائية لبطولة كاسي رئيس الجمهورية لكرة الطائرة والتي أقيمت بنظام التجميعين في كل من مدينتي سيئون وعدن يضم تجمع سيئون أربعة أندية وهي شبوى والمهر وسيئون ومدرية الغيل بساحل حضر موت اليوم يتواجد في سيئون لاستكمال المرحلة الثانية من تجمع سيئون لنظم نادي خيبة المهرة وسيئون وشباب المسينح وشباب القارم المكلأ بالإضافة إلى التجمع الثاني الذي سيقام في عدن بتاريخ 6 أكتوبر والذي يضم الشعلة والطلاق لحج وصمود الضالع وخمفة ربيان وهذا تتويج الموسف الرياضي الذي ينفذها الاتحاد العام اليمني لكرة الطائرة خلال المباريات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام حقق نادي خيبة المهرة فوزا كاسحا بحصوله على المركز الأول على نادي سيئون بعد مباراة حماسية وحاسمة وسط جمع كبير من عشاق الكرة الطائرة وبهذا يكون نادي المهرة قد تأهل للنهائيات نحن تأهلنا في تجمع سيئون وأحصلنا على المركز الأول وإن شاء الله سوف نغادر إلى محافظة عدن لنقابل البطل الذي في تجمع عدن وإن شاء الله يكون الكاس من الحليفنا ونحن أجادين وإن شاء الله نحجق هذا الكاس ونهديه لجميع المهجمين والجمهور محافظة المهرة بشكل عام تسير البطولة على طريقة الإقصاءات للخاسرين من الدور الأول فنادي خيبل بمحافظة المهرة من تجمع سيئون سيلتقي مع الفائز من تجمع عدن في مباراة نهائية ستقام في العاصمة المؤقتة عدن في السادس عشر من الشهر الحالي لتحديد الفريق الفائز بكأس الرئيس وسيمنح كاس البطولة والميدياليات الذهبية حداد مساعد قناة بلقيس سيئون سيئون